موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم رباح ياهل قطر وياهل ومرحبا فيكم يتجدد لقائنا وياكم في كل صباح فعسى الله يجمعنا على خير أجمعين ويزين سعادكم ويثمر أوقاتكم بما فيه الصالح ويثبت مساعيكم في اللي يحبه ويرضاه صباح الجميل يحمل معك الخير أسأل الله أن يهبنا نفوسا راضية وقلوبا بحبة صافية وأن يتم علينا العافية صباحكم الله بالخير مشاهدين ومشاهداتنا في صباح جديد يجمعنا معاكم في الصباح رباح تحياتنا الصباحية هذه مشاهديننا دعوة مننا لكم لمشاركتنا كل ما يعود علينا وعليكم بالفايدة لقيم مجتمعنا الأصيلة ويحافظ على موروثنا الثقافي والاجتماعي ويساعدنا على الالتزام بأدابنا وأخلاقياتنا اللي منها احترام الكبير وكرم الضيافة وغيرها منها السلك الطيب اللي راح نتكلم عننا في حلقتنا اليوم مع الدكتورة هي المعبادي في فقرة السنة بنتكلم بعد عن حجاجنا لهذا العام والاستعدادات اللي قاموا فيها الهلال الأحمر القطري لتوعية وتعريف الحجاج بالإجراءات الوقائية مع الدكتورة مريم الفضالة ونتعرف أكثر على دورتين للمرأة في مجال التحكيم والتدريب لكرة الطائرة بنادي السيدات بسباير زون وخلونا كالعادة نبدأ حلقتنا بإنشطة قدر لليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا وصلنا إلى جريدنا اليوم والعناوين أنا عندي جريدة العرب نور وفيها في صفحتها الرئيسية عنوان رئيسي قلت دوام جديد للمستقلة من أول أكتوبر وافت هيئة التعليم أصحاب ترخيص المدارس المستقلة بوصف جديد للدوام المدرسي للعام الأكاديمي 2013-2014 يطبق من أول أكتوبر المقبل شيء يتضمن زمن اليوم المدرسي وعدد الحصص وزمنها وتوزيع نصابها طبعا الخبر يعني مسرسر في كل التفاصيل وعندي خبر ثاني نفس الشيء في صفحة في العرب وفي صفحتها الرئيسية تويتر العرب يحقق أرقام قياسية ويتصدر القائمة المحلية حققت صفحة العرب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أرقام قياسية تصدرت بها قائمة الصفحات الإلكترية الإعلامية والشخصية بفارق كبير مما وضعها في منافسة كبيرة ويعت الخبر في منافسة مع أقوى صفحات اللي هو الصحفة الخليجية بعدنا عندي خبر في الراية بعد يخص التعليم 25 مليون ريال لكفالة ثمانية آلاف طالب اعتمد صندوق الزكاة 25 مليون ريال لكفالة ثمانية آلاف طالب للعلم من الجنسيات المقيمة في قطر بداية من مرحلة التمهيدية وحتى التعليم الجامعي خلال العام الأكاديمي الحالي الزين بما في ذلك الطلاب ذو الإعاقة يعني خبر حلو عندنا يخص الطلاب عندنا بعد خبر ثاني توقيع عقد إدارة تصميم برج التحويلة وقعت كل من شركة الشركة القطرية للصناعة التحويلية وشركة هيل العالمية ظهر أمس عقد توقيع بموجب الأخيرة بإدارة مرحلة التصميم لمشروع البرج الذي تعتزم التحويلية بناءها على شارع الكورنيش مكان مقرها الحالي بتكرفة 500 مليون ريال قطري طيب وانا عندي هنا في الوطن في صفحتها الأولى البلدية تبدأ حملة الكبائن باشرة قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة حملات لإزالة التعديلات على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق مع شرطة الفزعة وإدارة الاعتداء الميكانيكية وقسم الصيانة وأيضا في الوطن عندي خبر رياضي اللي هو فوز تريف ملك الشيخة الضبي بنت جعان تمكنت الفرس تريف ملك سعادة الشيخة الضبي بنت جعان بن حمد آل ثاني من خطف الأضواء من الجميع في سباق قطر فيرمي الذي أقيم في مضمار لونج شو الفرنسي فقد نجحت الفرس في التتويج بالمركز الأول في هذا السباق القوي الذي شهد منافسة شرسة لتحقق إنجازا جديدا للفروسية الإلكترية في المحافلة الدولية وأنا عندي في الشرق عدة عنوين أخبار أخبار مكافأة لهاية الخدمة في قانون التأمين الاجتماعي قد تم الانتهام من إعداد قانون جديد للتأمين الاجتماعي ستتم مناقشته خلال الشهر القادم وتشير متابعة الشرق إلى أن بنود القانون الجديد تشمل تعديلات وحوافز للمتقاعدين فضلا عن وضع بند لصرف مكافأة نهاية الخدمة للمواطن الذي تجاوز العشرين عاما طبعا على وظيفته كما سيتاح لأصحاب الشركات والقطاع الخاص إدخال شركاتهم في مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد بحيث يحصلون على تقاعد بما يتيح للغطاعة الخاص توظيف المواطنين بمزايا الوظائف العامة والخبر الثاني قد تم اختيار سعادة الشيخ حسن بن محمد الثاني نائب رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر رئيسا للمجلس الأعلى للمتاحف العربية التابل للمجلس الدولي لمتاحف وذلك لعدة سنوات تمتد بين 2013 إلى 2016 والخبر الحلو لأهل الدوحة قطر المكان الأفضل للعمل على مستوى الشرق الأوسط أظهرت أحدث دراسات مؤشر بيت كوم لثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي نظمتها الموقع الإلكتروني بيت كوم بالتعاوى مع منظمة الاستشارات والأبحاث يوغوف أن دولة قطر تعتبر المكان الأفضل للعمل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الله يتمم لنا الأمن والأمان في الدوحة والله يزرح إن شاء الله خير لنا إن شاء الله اللهم أمين ووصلنا الآن إلى مقالنا لليوم أعزائينا المشاهدين اللي اخترنا لكم من جريدة الشرق وحمل عنوان ماستر كي للكاتبة ملاك أحمد تقول في مقدمته عند ثن عضلات الوجه التي تكون قريبة من طرفي الفم من هنا يبدأ معنا الإبتسامة الإبتسامة تستعمل عادة للتعبير عن السعادة وفي بعض الأحيان تكون ابتسامة مصطنعة عند الحزن أو إخفاء هم من داخلي الإبتسامة تعبير عن ردة فعل وهو بالنسبة لي ماستر كي لأنها تذيب الجليد تبعد البؤس تبعث الارتياح فهي المفتاح السري للعلاقات بين البشر وتضيف أن الإبتسامة تدخل السرور لقلوب من يجالسوننا فهي كالعطاء وتبين الدراسات أن حاجة الإنسان للسرور والفرح تكون أحيانا أكبر من حاجته للطعام والشراب قد لا نصدق ولكن هذه دراسات لا نختلف عليها أبدا والإبتسامة قادرة على توصيل المعلومات للآخرين بطريقة أسرع ولها تأثير على الدماغ باختصار ابتسامة لطيفة منك قد تغير جو التوتر الذي تعيشه وهذا الشيء لا نستطيع أو لا تستطيع كنوز الدنيا أن تشعر به وتتابع الحديث الشريف الذي يقول فيه أفضل الأنبياء عليه السلام تبسمك في وجه أخيك صدقة هذا دليل آخر أن أفضل المرسلين وخاتم النبيين كان مبتسما وفي بعض الأحاديث أن الابتسامة كانت لا تفارقة صحيح اللي بتسامة تعرض كثير من المشاكل حتى لو كانت بين الزوجين بين الأهل بين الأخوان بين الأصدقاء بالدرجة الأولى يعني هي تترك شيء طابع جدا جميل على النفسية وإذا يعني الواحد بعد ذات فيها وصلها إلى يعني مرحلة شوية ضحك اللي يعني بعد يتحرك فيها عندنا هرمون الأندروفين وفوق هذه بالفعل أثبت الدراسات أن لها دور كبير في مثل ما قلت تصحيح العلاقات تعرفين أنت مجرد يعني نور ما تبتسمين أنت قاعد عيشين هذه اللحظة اللحظة السعيدة المبتسمة اللي نفسيتش فيها مرتاحة لو ما كانت مرتاحة الابتسامة راح تأثر فيك وخصوصا إذا آمنت فيها أكيد مشاهدين خبر رياضي قطري عالمي من أستراليا وهو تتويج عبدالعزيز الكواري قائد فريق سيشو قطر بلقب رالي أستراليا الجولة العاشرة من بطولة العالم للراليات التي اختتمت أمس بمشاركة واسعة لأكثر من ثلاثين بطنا على مستوى العالم من أستراليا معنا البطل عبدالعزيز الكواري صباح الخير أخوي عبدالعزيز صباحك من الله الخير أختي أنتي وهذا القطر جميع مبارك لك على الفوز الكبير اللي حققت لنا الله يبارك في حياتي وهي طبعا هداء بسيط لسيدي سمو الأمير والشعب الغطري كافة بصراحة ولمجموعة شاطة البحر سيشور الدعم الرسمي وهذا جزء بسيط من الرد الدين له أخوي عبدالعزيز شين هي أهمية هذا الفوز بالنسبة للرياضة القطرية أكيد الرياضة القطرية الفترة اللي طافت افتقدت الانجازات افتقدت روح الفوز الانتصار يعني قابت الصراحة البسمة عن المشجعين حتى شارع الرياضي القطري فبالنسبة لي شيء مهم جدا الحمد لله رب العالمين حسيت الصراحة على هالقطر بالتحديد خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الكل فرحان الكل يهنيني الحمد لله الكل مستانس الكل كان يدعيلي قبل الرالي فهي شيء جيد بالنسبة لي شعور جميل لأنني كنت سبب في فرحة هالقطر ورجعت من الصورات لها القطر والحمد لله بعد الفوز هذا فقدرنا بطوات العالم فشيء ممتاز بصراحة الواحد اللي يشوف الاستاندق ولايحة الترتيب الآن 33 متسابق علم قطر في القمة الحمد لله هاي شيء فخر بالنسبة لي الحمد لله أخوي عبد الرحمن يريد قولي شمي أبرز الصعوبات اللي واجهتك برالي أستراليا برالي أستراليا معروف من أصعب الراليات في طوات العالم يعني هو على جبال وفي غابات بين شجر كثير يعني فجدا صعب المشارات الطريق جدا ضيقة والمحافظة والكنترول على السيارة جدا صعب لكن الحمد لله تفوقنا على الجميع خاصة مناصف الأوكراني بروتسوب اللي كان نتصدر اليوم الأول أنا كنت الثاني لكن كنا حطوا استراتيجية مع الجماعة في فريق سيشور من اليوم الأول المراحل يكون صعبة نحاصب شوية نهدي سرعتنا لكن اليوم الثاني والثالث اللي هو 3 والحد ردينا لسرعتنا والمستوان المعروف الحمد لله أخذنا الصدارة من الثاني يوم وحافظنا عليها وكنا الحمد لله قدها وتحت الضغط ووصلنا في الصدارة لأنها تراجع الحمد لله متى بترجع للدوحة نتمين الصراحة تكون ضيف عندنا في قناة الريان لما ترجع والله إن شاء الله تشرف إن شاء الله أجدكم مقابل وتشرفت بوجودي في قناة الريان وأنا في عيوة جاهز إن شاء الله للريان أو العيوة أنا أكترية بإذن الله متى بترجع للدوحة راجع يوم الثلاثة إن شاء الله بعد النهار ترجع لنا إن شاء الله بالسلامة ومشكور أخي عبد الرحمن على عبد العزيز على هالفوز الكبير اللي حققته لنا الصراحة كلنا يعني في قطر وكل قطر طبعا شعار على شعار وفخر لنا شكرا على المتابعة الدائمة صراحة ما تقسرون على التغطية المتابعة مشكور أخي عبد العزيز ومن نجاح إلى نجاح أكبر بإذن الله وطبعا نور أيضا نبقى في الرياضة وننتقل للزميلة نيلة الموجودة بنادي السيدات بأسباير زون صباح الخير يا نيلة صباح النور زميلاتي اللي في الستيديو وصبح على جميع مشاهدين الصباح رباح أنا اليوم معاكم في إسباير زون وتقيم لجنة رياضة المرأة دورتين في مجال التحكيم السيدات اللي طبعا في إسباير زون تسع اللجنة يعني برفض رياضة المرأة بكوادر وطنية مدربة ومتميزة عشان تعرف أكثر عن هاي الدورتين معاي السيدة مهل عبدالجبار أمين السر المساعد في لجنة رياضة المرأة صباح الخير أستاذة مهل صباح النور حيوتي في البداية أنا بنعرف شنو مضمون البرنامج التدريبي البرنامج التدريبي اللي هو يشمل دورات تحكيمية وتدريبية بدين نحن بالتعاون مع الاتحاد الرياضي بدين معهم بدورة كرة الطائرة حتى يكون يأهلون الكوادر الوطنية الموجودة في المدارس يأهلونهم كتأهيل تأهيل تدريبي وتحكيمي أنت قلت أني أهلونهم يعني هالكوادر بعرض شنو همية يعني هاي الفعاليات اللي أنتوا تسوونها أنها تشجع وتطورهم أحنا صراحة لأنه تماشيا من نظرة أو رؤية لجة رياضة المرأة القطرية وتماشيا مع الاتحاد اليوم الأولمبي المدرسي فلازم نحن نأهل المدرسات الرياضة بشكل عام الموجودين في المدارس نأهلهم تدريبيا وتحكيميا في أغلب الألعاب المشاركة في الاتحاد المدرسي شنهي الآلية اللي يعني مستخدمينها في هاي الدورات التدريبية الآلية طبعا رح تكون استمارات موزعة حق المدرسات أو المشاركات بما معنا هي تمليية بيانات شال الدورات أو التحكيم اللي خذت المدرسة طول فترة تدريسها في مجال الرياضة ويعني كم عدد المشاركين معاكم في هاي البرنامج اللي حين انتم سوينا احنا صراحة صراحة هاي الدورة أول مرة احنا نسويها تدريبية وتحكيمية دائما احنا نسوي تدريب لها سبوع خاص وتحكيم لها سبوع خاص فالحين بدنا في نفس الأسبوع سوينا صبح تدريبية والعصر تكون تحكيمية فكانت المشاركات تقبل المدرسية صباح صباح النور اختي نيلة في البداية نعرف هاي البرنامج يستهدف من في البداية بس أحب أشكر لنجة رياضات المرأة على إقامة هذه المشاركة بين اتحاد المدرسة وتلجة رياضات المرأة مثل ما تفضلتي السؤال يستهدف استهدف طبعا المدرسات وفاتحين طبعا المجال بشكل عام أي واحد يحب أن يأخذ فكرة عن التدريب فممكن يسجل في هذه الدورة ولها عدة عوامل طبعا إيجابية هذه الدورة وهي من بدايتها التطوير والتثقيف والتعليم في مجال كرة الطائرة نبنعر شنه الأسس اللي تحرصون أنتو عليك التحدي رياضي أن تكون موجودة في هالفعاليات والله أختي أهم الأسس أنا أحطين أهم شيء في مجال التطوير هاي الهدف الأساسي ومن ثم هي كبداية أول بداية نقيمها كشراكة مع لجنة رياضة المرأة أنا أحطين في أمامنا بعض الأمور هي تقييم هذه الدورة نحط الأمور الإيجابية والسلبية لهذه الدورة وفي المستقبل نقوم بإقامة عديد من الدورات وانتفادة إن شاء الله الأمور السلبية بتكون في هذه الدورة وإن شاء الله ما تكون فيه أمور السلبية طبعا كلها إيجابية إن شاء الله بإذن الله كلمنا عن دور الاتحاد الرياضي يعني في تشجيع رياضة المرأة وكوادرها طبعا مثل ما احنا عارفين تماشي مع رياضة الدولة وهي أعطاء المرأة المسؤولية الكبرى والمناصب القيادية الآن ما تشمل فيها من أمور تطوير تطوير أمورها الثقافية والتعليمية والاجتماعية فمن هالباب احنا قمنا هذه الدورة لتطوير تطوير المدرسات ونحن حطين طبعا في برامجنا هالسنة أن نقيم العديد من الدورات المدرسات ومع التعاون طبعا مع لجنة رياضة المرأة تستهدف كثيرا من الأمور أمور تثقيفية نشر الوعي الثقافي نشر الثقافة طبعا الرياضية الوعي مش جميع الأمور يعني بشكل عام هل يعني هناك أعمار معينة عشان يشركون في هذه الدورات لا هذه الدورات التدريبية بشكل عام يعني الأمور في هذه الدورات بشكل عام مفتوحة للكل طبعا مثل ما احنا عارفين لتطوير أي لعبة يجب التركيز على عدة أمور هي مجال التدريب والتحكيم واللعب فاحنا قمنا كبداية ركزنا على أمرين أمر التدريب والتحكيم لتطوير هذه اللعب بالنسبة للنساء يعني وشنون يعني السيدات اللي يعني حابين يشاركون وين يقدرون يروحون يسجلون عشان يشاركون في هذه الدورات طبعا قبل يكون في إعلان عن الدورة هذه ومكان التسجيل بس عموما طبعا احنا نقول محطة الرياضة بالنسبة للنساء هي لجنة رياضة المرأة فأي واحدة عندها استفسار أي شيء فعلى طول لجنة رياضة المرأة يعني لباب مفتوح ما يقصرون للأخوات يعطيك العافية أخوي عبد الرحمن ونشكرك يعني ودائما أنتوا يعني نقومون بمجهود رائع أنتوا ولجنة رياضة المرأة ونتمنى لكم التوفيق شكرا نختي ونشكركم على هذا التمييز وتغطية راعة وتمنى لك التوفيق أختي شكرا معين مشاهدين ناس ما شفتوا لجنة رياضة المرأة وأيضا الاتحاد الإلكتري لرياضة المدرسية يعني يقدمون رياضات مفيدة حقنا حتى إحنا يعني كسيدات دخلنا في هاي الرياضة ويعني اللي حاب يشارك يقدر يشارك عن طريق لجنة رياضة المرأة هاي كان كل شيء عندي في سبايرزون أرجع لكم بنات في الاستيديو يعطيك العافية يا نيلة وشكر موصول أيضا لضيوفك وحلو المجال أنه ينفتح نور لأصحاب التخصص من باب يعني توعيتهم وتطويرهم مثل ما يعني ذكره لضيوف وأيضا للعامة من السيدات من باب بعد أيضا يعني تثقيفهم حلو أنه في عدد كبير وأن النساء صراحي يحبون أنهم التحقن في الرياضة بس تدرين أن هم من قبل سلطوا وضعوا على أطفال حلو أن سلطوا بعض وضعوا على النساء يعني جد في رياضة المرأة يتجه إلى سبايرزون ويتم تسجيل أحبيت نقطة نور أنه يعني ما حددوا أعمار يعني أحيانا في ناس عندهم يعني قدرات ومهارات ممكن أنه فعلا أنهما يعني يضيفون بصمتهم فيها بس يحدهم من نشنه والله المشارك لازم ما يتعدى أل فيعني ضيف بالفعل ذكر أنه ما في هناك أعمار وبالتالي يعني الباب مفتوح للكل والحين نور عندنا فاصل ومن عقب الفاصل بتكلمنا الدكتورة أمل الشايجي عن الوردية وطرق علاجها تابعونا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة من بعض العوارض الجلدية التي يعاني منها الكثير من الناس لدرجة الشعور بالخجل دائم وقلة الثقة بالنفس نتيجة انتشارها بشكل متفاوت منطقة الوج الوردية ما هي أسباب ظهورها وهل يمكن علاجها بشكل نهائي طبعا دكتورة أمل شايجي استشارية الجلدية اليوم بتجاوبنا على هذه الأسئلة رحب فيك دكتورة الأصباح الخير الله يتلمت صباحة نور السرور دكتورة شنهي الوردية وهل هي بس تظهر في منطقة الوجه؟ شوفي الوردية طبعا من الأمراض الشائعة المزمنة طبعا تصيب البشرة البيضة أكثر ما في تفاوت بين عدد نسبتها بين الرجال والنساء وغالبا الأعمار يعني ممكن طبعا تبتدي بالأعمار الصغيرة اللي هما قبل البلوغ في سنة الأربعينات والخمسينات شنه أسمى في ظهورها؟ طبعا لحد الآن يعني ما في سبب معين هو كل اللي يحصل هني توسع في الأوعية أو الشعيرات الدموية اللي تحت الجلب نعم وظهور بثور حمرة وممكن تقلب على صديد هذه طبعا هي مراحل المرض علاجها طبعا مو سهل ومو صعب لأن هي مشكلتها اون اند اوف يعني تي في فترات وتغتفي لها علاقة بالتعرض لأشعة الشمس طيب هالأسباب هل هي مرتبطة أيضا يعني بالعوامل اللي تسبب ظهورها يعني ما وصلوا إلى يعني سبب يعني ظهورها لا سبب لا هي ممكن تكون مصاحبة لأمراض كثيرة من أمراض الجهاز الأمعاء يعني ممكن إذا كان الإنسان عنده قرحة في المعدة قرحة في الاثنى عشر ممكن يصاحب تصاحب الوردية سبب معين أنه يكون يعني طلع الوردية صعب أقولك فيه سبب معين فيه شغلات ممكن يتهيجها أو تساعد في ظهورها تعرض لأشعة الشمس ممكن ممكن هذا أقوى سبب أقوى سبب ممكن يهيجج الوردية الأكلات الحارة السبايسي اللي هي الفلفل والمخللات ممكن نكون بعد التعرض للتغييرات المناخية للبرد الشديد أو الحر الشديد طبعا الحالة النفسية هي رقم أربعة ممكن شرب الكحول وبقوة طيب يعني معناتها يعني ظهورها هل هو مثلا يسبب يعني نقول طفح جلدي ولا يعني شلو شكلها لما يظهر والله يعني يخلطون ناس بينها وبين حب الشباب لأن فعلا نفس المراحل ما لا تحب الشباب تكون موجودة في الوردية بس اللي يميز الوردية عن حب الشباب وجود الشعيرات الدموية الرقيقة عشان شذي سميت بالوردية بالضبط لأن تكون المنطقة حمرة وردية وطبعا فيها الشعيرات الدموية هي اللي تعطيها اللون الأحمر ويعني يتعلق بالبشرة البيضة غالبا أكثر ناس هم يعني نسبة حدوثها وظهورها في البشرة البيضة نحن في السليم نحن في السليم نحن كلها في السليم اللون الأسمر نعم طيب أستاذة هل يعني تظهر أكثر مثلا بالنسبة أو دكتورة للنساء أكثر من الرجال ولا على حد سواق لا شوفي نسبة ظهورها بالنسبة للرجال والنساء متساوين بس لأن المرض لمراحل مرحلة أولى وثانية وثالثة ورابعة الرابعة اللي هي حتى ظهور تشوهات في الأنف لأنها إصابة تكون في الجبين وفي الأنف والمنطقة حوالين الأنف والوجنتين هذه أماكن تواجدها يمكن لها علاقة بوجود الغدة الدهنية لأنه يصير تضخم في الغدة الدهنية هنا وصير شوية التهاب عليها اللي يطلع بكثرة في الرجال الحمد لله المرحلة الرابعة اللي هي تشوه الأنف بس هذه المرحلة الرابعة هذه المرحلة اللي ممكن فعلا تكون الإصابة عند رجال أكثر بكثير من النساء طيب وبالنسبة للأعمار الأعمار ما لها سن معين لأنها ممكن تبتدي من سن ما قبل البلوغ بالضبط مثل حب الشباب بالضبط يعني مقرونة بحب الشباب نفس المراحل لسن الأربعينات والخمسينات ممكن تطلع عادي بالنسبة للرجال والنساء طيب هل هي ممكن يعني تسبب مثلا يعني يعني تعب معين هو صراحة مثل ما قلت وتفضلتي في عرضك أنت وايد حلو أنه فعلا تأثري يعني تخلي المريض يخجل نفسيا نفسيا يتعب قلت لك لأنه ظهور الأحمرار والبثور وبداية التشوهات خصوصا للرجال إذا كان سنهم صغير يعني يعني وايد تأثر لأنه تغير الوي تغير لون الوي مثل ما قلت اسمها وردية يصير أحمر ومحمر وبثور بيضة وفيها صديد وفي أماكن ظاهرة وفعلا هي بس على الوي ما تطلع في أماكن ثانية طيب يعني وهل تسبب عدوى أو في حال مثلا استخدام الأغراض الشخصية للغير لا ما لها علاقة لأنه يعني وجود البكتيريا مو بقوة مثل حب الشباب يعني يمكن حب الشباب السبب الرئيسي وجود البكتيريا مع التغيرات المناخية وتغيرات الأكل هنا ما لها مكان الأدوى طيب يعني دكتور احنا قاعدين نشوف صور على الهواء يعني لو تكلمين عن هذه الصور يعني الأطفال ممكن تصيدهم ايه احنا اتفقنا انها ما لها أمر معين ممكن صح تبتدي ما قبل البلوغ لكن ممكن صغار يعني مو ينولدون يعني بعد سنتين ثلاث بس بعد لازم ما نخلط بينه وبين الأكزيمة ايه طيب يعني معناتها يعني علاجها والأدوية اللي يعني ممكن احنا نستخدمها طبعا علاجها وايد سهل صحيح هي مزمنة هي من الأمراض المزمنة والشائعة يعني اون اند اوف لها علاقة بطبيعة الأكل ولها علاقة مباشرة بالتعرض الشمس نعم او قلنا مثل ما قلنا البرج الشديد او الحر الشديد علاجها يمكن يعني يعني يشابه علاج حب الشباب حتى لما نحنا نشخص في ناس يعني في ناس يغلطون طبعا دكتور سهل انه يشخص الوردية بس فيه المريض يعني يفتكر انه عنده حب الشباب فيلجأ للأشياء الموضعية اللي هي المضادات الحيوية يعني هي في لها علاجات موضعية اذا كانت المرحلة الاولى والثانية اذا وصلت الثالثة والرابعة هنضطر ممكن نعالج بالليزر علشان نخفي الشعيرات الدموية الحمراء ناخذ مضادات حيوية عن طريق الفم علشان ما اصل للمرحلة الرابعة اللي هي ظهور التشوهات في الأنف طيب وبالنسبة لنا احنا يعني كسيدات وبنات يعني استخدام الميكاب يعني ما مدى يعني تأثير استخدام الميكاب على الوردية شوف انت حصة تستفزيني كل مرض جلدي تبيني اقول حق البنات لا تحطوا ميكاب لا يعني احنا كلنا نحط ميكاب بس القاسة هو مشكلة الوردية قدم التعرض لأشعة الشمس ما لا علاقة بالكونتك يعني بالملامسة لأي جسم غريب سواء المكياج أو الوقاية من الشمس مطلوبة يعني أنا متفقى ما عاش من زمان من الأول الحلقات ان احنا نحط واقع من الشمس واقع من الشمس يناسب لون البشرة ويناسب الأجواء اللي احنا فيها سواء البرد أو الحر وتحط المكياج الميكاب بس اللي عندها وردية المفروض ما تحط مكياج على هالمنطقة نهائي زيني يعني هذي أهم المناطق اللي في الوي يعني فشلان ما تحط يعني ممكن تغطي يعني صدقيني والله العظيم يعني ممكن مثلا يعني أتقيد مثلا بالبودرة بدون فونديشن على أساس أن أنا أخذ يعني هم شيحة حطواق من الشمس وتشتغل على العين يعني منطقة العين ما تكون بعيدة عن الوردية ومنطقة الفم بعيدة عن الوردية هي الأنف وما حول الأنف والوجنتين هي هذه الظهور الوردية طيب بالنسبة للعلاج اللي من شوي ذكرت هل أنه يعني مثلا يقلل أو يخفيها نهائيا وهل ترجع من بعد العلاج نحن اتفقنا هي وقتية ومزمنة شائعة ولها علاقة بالأكلات ولها علاقة بالجو فالسيدة أو الرجل اللي يعاني من الوردية يعني فيها احتياطات كثيرة لازم يحطها في بالها ولو كان يعاني من أمراض في الجهاز المعوي المفروض يعالج المرض لأنها تنأكس لها علاقة مباشرة يعني مثل ما قلنا يعني أنا برجع مرة ثانية للبشرة البيضة فقد تكون الوردية موجودة وتظن مثلا البنتة والسيدة أنه يعني هناك في احمرار الخجل موجود وتجهل أنه أنه هذه وردية ما احنا اتفقنا فمخاطرها يعني لو هي يعني استمرت على هذا الشعور وما درت أنه هذه وردية هي المفروض يعني احمرار الخجل يكون احمرار فقط يعني لا يصاحب لا بثور ولا شعيرات الدموية نفس الشيء مرض حب الشباب حيكون فيه احمرار وبثور بس ما فيه يعني ممكن يستنصون عليه على أساس أن أنا بشرة موردة في وايد على الفكرة ومثلا تروح لك الدكتور ويخطأ في التشخيص أحيانا يخطأ في التشخيص إذا كان في المرحلة الأولى من المرض ممكن يغلط بالكونتك درمتايتس يعني نتيجة ملامسة أي جسم غريب للمكان هذا الوجنتين يبتدي يعطيها الكورتيزون هنا تبتدي تتغير ملامح المرض وممكن يعني صعب أنه بعد كده شخصا أو مو صعب حتختلط علينا الأمور وحيكون علاج صعب نعم إذن دكتورة نصائح عامة ووقائية للأهل على أساس أنه ينتبهون فعلا للوردية الوردية مهم جدا أنها تشخص من الأول مرحلة علشان ما تصل للمرحلة الرابعة اللي قلنا نحن تحصل تشوهات في الأنف وفعلا في ناس أيوننا يعني فيهم يعني سكارز وتشوهات ونحن نعرف أن هذه الوردية كان مصاب بالوردية ومعالجها عدم التعرض الشديد شعة الشمس حتى لو حق من الأمور الوقائية أكل أو مثلا الشرب الشمس وطبعا وامتناع من الأكل الأكلات الحارة اللي فعلا مشخص أنه وردية اللي هي رزيش نحن نسميها والكحوليات طبعا تدخين السقاير هذا وايد مهم هلأ علاقة حنقلنا ما في سبب معين بس هذه لا علاقة مباشرة أنه يهيج لك المرض طيب دكتورة يعطيك العافية وإن شاء الله نلتقي بش في حق إن شاء الله قادمة مشاهديننا ومن موضوعنا طبي نروح لزميلة نور اللي بتتكلم أيضا عن موضوع وقائي مثل ما قلتي حصى الحين موضوعنا وقائي مع استعدادات حجاجنا لأداء فريضة الحج هذا العام الهلال الأحمر القطري يسعى لتوعية وتعريف الحجاج بالإجراءات الوقائية التي ينبغي الاتزام فيها تجنبا للإصابة بالأمراض الشائعة الانتشار في مثل هذا الموسم للإطلاع على أهم هذه النصائح معنا عبر الهاتف الدكتورة مريم الفضالة استشارية طب أسراء صباح الخير دكتورة صباح النور نرحب فيك في الصباح رباح معنا أهلا وسهلا الحبيبتي دكتورة وشين هي أبرز النصائح التي توجهينها لحجاجنا من أجل الوقاية من بعض الأمراض الصحية شائعة في بداية شكرا على الاستضافة ثانيا بقصوص النصائح بشكل عام لازم الحاج يحرص على أخذ التطعمات الواقية قبل السفر بمدنة كافية وإنه يتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان ارتداء الكمامات إذا كانت فيه أماكن مزدحمة مثل الطواف والسعي استعمال المناديل في حالة العطس وغيرة والتخلص منها نعم انتظام في غسل اليدين شيء ويد مهم بالماء والصابون ولازم يكون لمدة 20 ثانية على الأقل واستخدام المطهرات أكثر من مرة في اليوم وتجنب لمس العين والأنف والفم إلا بعد الغسل اليد زيدا هاي من الأهم الأشياء عصاص لما تكون قلل من انتشار الأمراض الشائعة في الحج زين دكتورك ويتعرضون حق ضربة الشمس شن هي أعراضها وطرق الوقاية منها أو علاجها إن حدثت طبعا ضربة الجسم باختصار هي ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم ناتجة عن تعرض لحرارة آلية فترات طويلة أهم الأعراض ارتفاع درجة حرارة جافات الجلد وحمرارة ممكن الحاج يحس بصداع ودوار وساعة التوصل إلى فقدان تدريجي الوعي وتسارع النظ والتنفس السريع طبعا لما يحس الحاج بهالأعراض لازم أن يطلب المساعدة الطبية وتنقلين نياء إلى مكان بارد إذا كان علي ملابس تقيل لازم أن نشيلها عنها نستخدم التمادات الباردة وإذا في مراوح أو كتيف وإذا كان لازال في وعية يتناول السوائل الباردة ونحرص أن يوصل إلى المستشفى في أقرى الوقت بالوقاية من هذا لازم أن تعرض الأشعة الشمس المباشرة استخدام المظلة الشمسية وشرب الشوائل التافية قدر الإمكان إزين دكتورة شين هي أعراض الإجهاد العضلي وشلون علاجه الإجهاد العضلي هو لما يحس أن بي ألم وشد في العضلة وساعة يوصل طبعا إلى تمزق في العضلة أهم أسباب المجهود الزايد والحركة العنية في المتواصلة في الحج لما يحس بهالأعراض لازم يوقف عن الحركة وحط عليها كمادات أو سلج والعضو المصاب بالشد العضلي نرفع عليها شوي عسى أن يخطص للألم والتورم بتعمال كلمات العضلات ومسكنات الألم إذا ما خط واستمر معه لازم يطلب المساعدة من الطبيب زين أهمية أن يحمل الحجاج من كم من يوم قرينا في الجريدة أنه لازم يكون مصاحب للبطاقة التي تم التطعيم منها أهمية هالشي أن يكون موجود وياه في الحاج طبعا البطاقة الصحية للحاج ويد مهمة مثل ما قلتي رح يكون فيها التطعيمات التي أخذها عادة تطعيمات تكون الحمى الشوكية والإنفلونزا التي أخذها كل الحجاج وفي تطعيمات تكون مضافة حسب حالة المريض وبعد البطاقة الصحية فيها معلومات وايض ثانية مهمة في حالة حلوث أي حالة طالئة مثلا الأمراض المصاب بهالحاج الأدوية التي تعطاها بشكل مستمر وعلاجه الحساسية الدوائية إذا وجدت فهذه تساعد كثير لما تصير في أي حالة طالئة المسعف الطبيب المعالج يعطيك العافية دكتورة وما قصرتي على على التوجيهات التي قدمتها لنا والحجاجنا لهذا الموسم مشاهدينا بعد الفاصل بنتكلم عن السلوكيات داخل الأسرة مع الدكتورة هي المعضادي تابعونا يا حي الله من ياننا وعساها نعمة دائمة وما أقطع كلامك إلا بالخير من التحايا والأدعية والكلمات الجميلة التي نسمعها ونقولها وقت المواجب والتي نعتبرها من سنعنا طبعا هذه الكلمات ما تنقال إلا ولها أفعال وسلوكيات اللي بنتكلم عنها مع الدكتورة هي المعضادي استشارية في تنمية البشرية رحل فيك دكتورة يا هلو يا مرحب دكتورة اليوم نحن نركز في مسألة سنعنا في داخل الأسرة تفضلي وشنه القواعد العامة أو السلوكيات العامة اللي نحن ممكن أن نطبقها في داخل الأسرة مثل ما تكلمنا المرة اللي فاتت قلنا عن موضوع القواعد السنع اللي تبدأ من أول شيء من البيت نعم خلنا ناخذ يوم كامل ونبدأ فيه مع آية فيه صورة إذاريات الله سبحانه وتعالى اللي يقول فيها عن الاستئذان وحدد لنا مواعيد للاستئذان هاي اللي نبدأ فيها نرعي فيها حقوق الوالدين لأنهما أهم أهم جزء في الأسرة الاستئذان قبل صلاة اللي بعد قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العشاء هذه أوقات ثلاث عورات لكم الثلاث العورات اللي هي حق الأم والأبو اللي هم العيال ما يدخلون فيها على الوالدين وشوفوا سبحان الله سواء كان زوجين أو كانت أم أو أب هذه الأوقات محد يدخل فيها على والديهم وبين ذلك طوافون عليكم يعني فيها الأوقات اللي غير هذه الأوقات يروحون ويجون عليكم هذه طبعا نستثني منهم الطفل الصغير اللي يحتاج للرعاية لكن ممكن واحد يضرب على كيف يدخل داخل بين الأم والأبو لا في عورات وفي خصوصية وهذه اللي يقصد بها في خصوصية للوالدين في خصوصية للأم في خصوصية للأب ما نتعداها نحفظهم هذه أول شيء استئذان شوفوا شنون في الاستئذان أنت بعدين على السلام لما قمنا نقوم الصبح وجي الأم وتوقف مثلا عيالها من النوم حاكم أدرسة أو شي ما أطرش أنا يا الأم شغالة أو غيرها أنا لقوهم عيالي ليش الشيء الحلو فيه بالأدعية الكلام الجميل صح حتى لو أنت توقفين من النوم تقولين لك كلمات حلوة أدعية يعني أنت لما يجيين صحي ولدك أو بنتك من النوم غير لما يجي حتى غيري صحي من النوم أي فرق فأيضا هذا حق من حق العيال على من الأم والأب ممكن الأب يوقف للشباب والأم يتوقف البنات بس حلو أن نوقفهم من النوم أنا صح أول ما يصبحون على وجهي هذه حق العيال اللي الناس ويت فهذه جدا مهمة سلوكيات وقواعد إحنا ما أقول أنا حق العيال تعالوا أنت تتبعوها والأم والأب لا رح أنت وقض عيالك من النوم وقومهم بكلمات جميلة إيجابية افتح عليه الشباك وقول لك كلمات الله يوفق لك يبقى ووراك المدرسة كذا مش بالطريقة اللي هي تنفرح حتى من المدرسة أو غيرها نجي بعدين على موضوع انتقلنا في الوضوء لننسى الوضوء والصلاة لازم تعلمه يصلي صلاته هذه الأمور جدا مهمة وبحلو لو الأب يصلي مع عياله والأم تصلي مع بناتها وممكن العائلة كلها وطبعا نحن عشان ما نقدر نقول المسجد المفرور لحن نصالون في المسجد لكن ممكن الأب لو كانوا متأخرين ينفيهم الصلاة مع بعض صح جميلة جدا تعمل نوع من التقالف والترابط خاص لما نأدي عبادة مع بعض نجي بعدين على موضوع المائدة عداد الأفطار وبطريقة غير مباشرة يسمي حلو بعض الأطفال بعدما يقومون والعيال يقومون من النوم يجون هذه من حق الوالدين يجي حب أمها وأبوها على راسم واليد حلوة جميلة جدا وأعلم عيالي دايما يبقى ما سلمت علي اليوم الصبح لازم يجي يسلم عليه يتعلم من يوم النس صغير يجي يسلم عليه حتى عيالي ترى بيسوم فيها نفس القصة هذه نتوارثها في ما قلناها أول مرة نتوارثها ونحافظ عليها تعمل نوع من التآلف تعال حب راس أبوك حبيد أمك دايما بهذه الطريقة جينا وقعدنا على الأكل نسمي بسم الله سميت ويعيال أداب المائدة سميت ويعيال نذكرهم والهدوء في الأكل أنه بس أكل سندويشك وركض لا يدرون حتى في الإسلام سبحانك يا رب أنك أنت ما تأكل وأنت تنشي وما تأكل وأنت واقف يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شرب الماء وأنت واقف فالإنسان لازم يقعد ويشرب وياكل وهو قاعد أي خمس دقايق ما رح تأخذ لها أكثر يكون أنا جهز الشاي يجهز لهم كل حاجة وياكلون بكل هدوء ويطلعون مع دعوات جميلة وكلمات جميلة إيجابية حلوة وأوصي ما هدد أوصي وبكلمات الجميلة اللي فيها حب طبعا هذه هي طريقة الحوار أمنع تماما الحوارات المناقشات الصباحية اللي فيها تحذيرات والجوالات أيوة طبعا هذه الجوالات بتكون بعدين نحن الصبح نعرف أول واحد ما يجي مع فطورة الكوب جواله مع جهازه وحيانا إحنا يعني كأمهات وأبا يعني ممكن مثلا والله إيميل سريع مثلا أو من الدوام بطر أرد عليه فجدام عيالي وعلى السفر أنا أعتقد نقدر يعني نور نقدر نقدر في ثواني أعمل هالطريقة بس أنتظر وقته ما يحقهم يعني شفتي شلون إذا جينا من تجاه ثاني يخلي الأمهات البنات قبل ما يروح للمدرسة طبعا لازم كل واحدة تلعب جوالها والببي ومتاكل كم لقمة ولهي في الجوال نعم من هالنوع من هناك فقد هذه من البداية نتفق عليها اتفقيات في البيت نعم اتفقيات جوالاتكم من البداية يعني شوفي قبل أنصح أنا أم وأب أنصح عيالي لأنها من قواعد السنة نعم يعني أنتم شوفتوا والحين أكثر الأمهات يقعدون من ساكين يتأذون نفسيا من استخدام الأجهزة من عيالهم تفقد التواصل تلقينهم قاعدين مع بعض وكل واحد يضحك نعم ليش يضحك ترى هو يطرش حق الثاني صح طيب ليش ما تصرفون وتضحكون مع بعض فقد هذا التألف وهذا التواصل التواصل بالعين التواصل اللي يسمونها لغة الجسد نعم ما عاد فيه استخدام أدى إلى أمراض كثيرة اللي هي استخدام الأجهزة صح وبهذه الطريقة صارت فيه ألام عندهم يعني فيه صارت مشاكل صحية كثيرة فنتفق من البداية لما نجي نكد على الطاولة ما فيه أجهزة وطبقها هالجهزة سببت تفكك حتى في الأسرة نعم نعم نحن لو طبقناها نحن كوالدين صدقين العالم ما رح يسوونها صح بس احنا نكون القدوان في الحصة تقول جاييني من الشغل من الشغل بس حددي هالوقت لهم اطلعوا والله خلاص بس ما ننسى الحوار الجميل في جدا نقطة بيركز عليها اللي هي يعني الله سبحانه وتعالى ذكرها القران ولا تنبزوا بالألقاط جميل جدا لا الأم تقول حقفلا مثلا عبوت اسمك تكبرة ما شاء الله عليه يعني تعطينا دايما طاقة إيجابية رسائل إيجابية دايما تقولين لي عبد الله ما شاء الله عليك عبد الله تكبرينهم أخوك العود أختيك الكبيرة هذه الكلمات تتعزز في قبل نفس عند الطفل عندي وأيضا تصنع نوع من الاحترام ما بينهم بين بعض نعم وتخليه في كل مكان لو يروح ترى أي مجلس لو يروح أي مكان يحس بوجوده لكن كبير شكبرة عبود ما أدري من حمود ليش تندونهم بهالأسماء وهذه نقطة جدا مهمة يعني ألقاها فرصة أن يتكلم فيها اللي هي مثلا وأنا أستغفر الله علينا أستغفرك يا رب أني أقولها عزوز عزوز من هو العزوز عزيز هو الله نعم فشون أخرب اسم الله نعم يعني عبد العزيز أنا خربت اسم العزيز نعم ما عبد الله لما أقول أقول عبود الاسم الثاني الله أنا ما لمسته نعم طيب ليش لما أقول عبد العزيز أخرب الاسم الثاني أسماء الله الحسن صح فنتقي الله في هالشي أول شي الثاني أن الأسماء كلها جميلة يحصة ينور ليش أخرب الأسماء ترىها تكسرني تكسر شخصيتي صح فهذه جدا مهمة ونحن قاعدين على المائدة نحاول نعزز يا أيبا خلي بالك من دراستك أبي أشوفك كذا أبي أشوفك هذه المائدة ترى الفطور بس الصبح صح شوف أنت رايحين عيارة شلون المدرسة وهم طالعين من البيت التوديع بالكلمات الجميلة أستوديعكم الله الذي لا تضيع ودايع نعم كلمات جميلة حتى اللي قلتي في البداية مش غلط أنه عيارة جايين على الطاولة وقلهم حياكم الله صحيح في العافية نعم زين عيارة يقولون أنا أذكر عندي أخت ما شاء الله عليها دايما بيت أبوها وكلها تقول إن شاء الله يا أيبا تاكلوه من أكل الجنة إن شاء الله تلبسون من لبس الجنة لما أعطيتش هدية تلبسون مني فدائما نحول هالكلمات الجميلة نقولها الأم تقولها حق عيالها فتلقى بعدين أصلا بيردون عليها صحيح كما تدين تدان كما مثل ما أقول راح يجيني الكلمات الجميلة من عيالي هذي قبل المدرسة بعدها طيب طلعنا من المدرسة طبعا الحين نعتبر اليوم الوالدة مثلا يا رايح الدوام نعم والدوام لنا موضوع ثاني راح ندخل على لو عندها زيارات لو عندها زيارات نقول اتصالاتها هاتفية راح نخليها بروحها نقول في حد يجيها البيت ممكن حد يجيها البيت صح لو الأم عندها بنت مثلا في البيت قاعدة يعني مثلا مخلصة جامعة وكذا وقاعدة معها في البيت طبعا نعرف لبناتها الآن النوم الصبح مسكين الأم بروحها في استقبال الضيوف استقبال الضيوف عندها الأم عادة أموات نصف ترقينهم مجازين قهواتهم وشايهم وقدوعهم مثل ما يقولون أو الفالاتهم موجودة موجودة جاهزة أي حتى تطق الباب ويجي هنا الناس اللي بيجوني أي حد ممكن يجي لو كانت عندك بنتك أنا فضل أن بنتك تستقبل معها وبنتك توقف من عند الباب وتستقبل الناس وهي اللي تحاييهم نحن نقول تحاييهم من التحية تحاييهم وتقلطهم وانتي تكونين رعية البيت اللي قاعدة وبنتك اللي تحايي وتجيبهم نبدأ هنا موضوع الحوار الأسرة وعلم بنتي يما بنتي تصب القهوة نحن نعرف أننا نمسك الدلة من اليسار والقهوة من اللي نير الفنجال في التقديم في التقديم البنت تقدم والأم قاعدة مثل ما قلنا تذكرون قصة إبراهيم عليه السلام لما قرب الأكل لهم هو صاحب البيت البنتي اللي تقرب وبعدين ما ننسى أن الأم والبنت تقرب والبنت تحايي الأم تعطيها رسائل إيجابية بعد الله يعطيك العافية يا أمي هذه بنتي فلانة هذه كذا فتمدح فيها عشان نتعزز عندها الثقة بالنفس نعم نجي بعدين نطلع على موعد الغداء لأنه عشان ندخل على موعد الغداء نعم حلو البنت بعد تساعد أمها لو كانت أمها هي اللي تطبخ أنا واحدة أعيد أن المرأة دايما هي اللي تطبخ حتى لو كان الطبخ سريع بس أعيد أن الأم دايما تطبخ نفسها في الأكل أحلى والتسمية على الأكل نجي وقت الغداء العيال جايين نعتبر عشان العيال جايين من المدرسة شو توقعين الأم تقول حقيالهم داخلين من المدرسة 100% راح تحاوي فيهم عملية التقبيل تقبيلهم على راسهم هم راح يقابلونك على راسك صح يا هلو يا مرحبا يبعساك ما تعبت المعونة كلمة المعونة عندنا نعم أو لا تعبت نعم هاي الكلمات موجودة عندنا إن شاء الله أنك ما تعبت نعم والمعونة يعني الله يعينك أنك أنك أنت ما تعبت بب فالكلمات حتى الواحد وهو داخل سواء زوج أو ولد أو بنت تحس أن التعب كله طاحنها لو كان فيه تعب أصلا لو كان فيه تعب نعم صحي غلاس ماي ممكن أنا كأم غلاس ماي ما يشرب غلاس ماي قاعد يعيبة جهز ثيابك وخلص أنطرك على الغداء أنطرك ما راح نتغدل وإياكم بدينا حق الغداء ما ننسى التسمية ما ننسى التقديم المعونة اللي يدور ما بين الناس الطبق الواحد الورد كان دايما يقولنا لما يحطون أكل ويحطون يقول هاي أكل الشركان ما يحبط وين يحب صحن واحد والصحن الواحد جدا جميل والصحن الواحد راح أدخل عليها الآن الله الرسول عليه الصلاة والسلام شو يقول كان قاعد مرة مع واحد من الغلمان نعم فالغلام أكله قام يعني يحرك يده في الصحن فالرسول عليه الصلاة والسلام ما شيزتا قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذي من أداب المائدة طيب يعني سم الله تسمي يساس عمار رحيم نعم وكل بيمينك وبعدين كل مما يليك يعني اللي يجي دامك اللي يجي دامك ما تروح تاكل لأمان بغيرك وكانوا يقولون عن الحسن والحسين من كثير حبهم حق أبوهم وأمهم السيدة فاطمة الزهراء وعلي بن أبيطار رضي الله عنه يقولوا ما كانوا يأكلوا معهم في صحن واحد سألوهم ليش قالوا احتراما لهم لتكون أينهم راحت على قطعة من الأكل وإحنا أكلناها طيب دكتورة يعني لو شوي مثلا يعني نكون بعد بزيادة أكثر يعني واقعيين يعني ممكن يكون طبق واحد ونغرف منه ونغرف منه فشلون أنا أبسط يعني أخلي مائدة البيت بسيطة مش معقدة على أساس أنه يعني الكل يكون مرتاح فيها نعم هي مثل ما قلتين تعقيدات أنها تكون مواعين وايد طبعا إذا كنت أم تغسل مسكينة لا نعلم عيارنا أنه يغرفون حقنا في السم صراحة أنا أستغرب من بعض الخوات أنها هي اللي واقفة كأنها وهي الخادم وهي اللي تغرف حق أولادها لا أنت تقعدين وتعلمين عيالة أداب المائدة حلو أن نعلم عيالنا أغرف مرة بيخربط مرة ثانية لكن كل مرة رح يشوفتش بيتعلم أكثر يخربط عندك ويعفس الدنيا عندك أحسن ما يعفسها عند الآخرين باتر بيكبر باتر بيروح مناسبات باتر بيبتوظف بروح بوفيات لاحظي بعض الشباب شي يسوي عندنا في البوفي يحط الحلو على المالح على صحن واحد صحن واحد يروح ياكل عادي لا حبيبي لازم تعرفي أداب المائدة فإذا ما تعلمها في البيت اللي هو البيئة الأولى ما رح يتعلمها برا فخليهم يأكلون وخليهم يخربطون أمامك ويعلميهم إيش الطريقة الصحية أهم شيء أنت تعرفين قواعد المائدة نزيل أستاذة هل في عادات في الطعام تحتاج إلى تعديل عادات صراحة السنع اللي كان موجود عندنا قديما كان جدا جميل ناكل في صحن واحد نزيل ونزعل إذا حد حط في صحن وراحة لجم نعم نعم أكل واحد بروح كأنه ينعزل كأنه زعلان أو كذا هذه هي كانت جميلة على فكرة نور حصة أجمل العادات والتقاريد اللي كانت موجودة عندنا في أداب المائدة موجودة اللي نبي نحافظ عليها شوفينا اللي ما يجينا ضيف نعم نحن ما نقعد أول شي هو يقعد على رأس المائدة طبعا وعلى فكرة هذه بترجعني على العائلة لازم الأب يكون على رأس المائدة والأم على يمينة وبعدين العيال وتلقون دايما أكبر واحد مشاهد الأبو صحيح تلقى دايما يعطيه الأكل والأب حلو يقطع ويعطي عياله يقطع لهم ترى بعضهم يزعلون إذا الأبو ما أعطاه أو أعطى دي قطعة أكبر وغير كذا صحيح فعندنا من العادات الجميلة عندنا أن الضيف اللي يقعد في صدر المكان نعم وهو اللي يأكل وإحنا اللي نعطيه بعض الأسر ما تاكل إلا بعد ما يأكل الضيف تستحي تاكل مننا احتراما له يوقف ويدور عليه ترى عاداتنا في الأكل والسنع الموجود عندنا جدا جميل بالعكس وودنا نرجع له أنا أتفق معاه جدا جميل وودنا نرجع له والحتي أنا السنع وياتش يعني دكتورة ما ينمله بصراحة ولنا يعني جلسات ثانية ترى احنا ما خلصنا حديثنا اليوم بقيلنا يعني قواعد الجلوس وبقيلنا أيضا الحوار والحديث إن شاء الله وهذا ينتكلم عنه في حلقات جاية بإذن الله مشاهديننا ومع هذا الموضوع الجميل نختم حلقتنا لليوم تابعونا بحلقة الغد اللي بنتكلم فيها عن تأثير المدرس على الطالب بفقرة تنمية وبنكون مع أفكار جديدة في فقرة لمسات اللي تحافظ على البيئة وتهتم بإعادة تدوير الأشياء المستهلكة نذكركم بالتواصل معنا على إيميل البرنامج صباح.رباح.تريان.تفي وعبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر وبأمان الله اشتركوا في القناة